اشتركوا في القناة هنتابع كل المعتقلين والمختفين قصريا وكل مشاكلنا الحقوقية في مصر هنتابعها باستمرار مع ضيوفي وضيوفكم الكرام عبر برنامج القضية بإذن الله سبت وحد الساعة 3 بتوقيت مصر على بركة الله مشاهدين الكرام خلونا نبدأ حلقتنا النهاردة ونشوف معانا ايه تعالوا مشاهدين الكرام نشوف اول عنوان معانا النهاردة وهنتكلم فيه عن المهندس جهاد الحدادي واصل اضرابه داخل العقرب احتجاجا على المعاملة السيئة والاهمال الطبي خلونا نقول مشاهدين الكرام ان اسرة المهندس جهاد الحداد وايضا الدكتور عصام الحداد هذه الاسرة تعاني كثيرا جدا جدا من تضاور حالتهما الصحية بشكل كبير جدا نتيجة طبعا الاهمال الطبي المتعمد واللي بيتعرض له الدكتور عصام الحداد والمهندس جهاد الحداد وتحديدا المهندس جهاد الحداد بعد ما صدر تقرير منظمة العفو الدولية وكلينا مداخلة مع والدة المهندس جهاد وان شاء الله بكون معانا النهاردة ونوضح حاجات كتير جدا ونقف على اخر الامور ايه اللي بيحصل بالضبط؟ ظروف الاحتجاز اللي موجودة السيئة بمقر احتجازهم بسجن العقرب هنتكلم عن كل هذه التفاصيل خلونا نقول ان المهندس جهاد كمان اعلن عن دخوله في اضراب عن الطعام منذ اكثر من عشرة ايام بعد مصادرة ادارة السجن لكل الادوية وكل ملابس اللي دخلت للمهندس جهاد الحداد كل حاجة تم مصادرتها وتم اعطته لسجن العقرب طبعا عقب تقرير منظمة العفو الدولية اللي انتقت كل الانتهاكات اللي بتعرض لها المعتقلون السياسيون وذكر عصام الحداد وذكر ايضا جهاد الحداد هيكون معانا ايضا مشاهدين الكرام لسه نتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل شديدة جدا لكن خلونا نقول ان هيكون معانا ايضا حبس الناشط هيثم محمدين خمستاشر يوما لاعتراضه على تذكرة المترو طيب موضوع حبس هيثم محمدين زي ما انتوا عارفين هو تم حبسه على زمة التحقيقات اللي بتجري معه بعد الاحتجاجات الاخيرة على رفع اسعار تذاكر المترو نيابة امن الدولة وجهت لها اسم محمدين تهم اسارة عنف وشغب وتزور بدون تصريح وفقا لوسائل اعلام مصرية هناخد ايضا هذا الموضوع مشاهدين الكرام بتفاصيل اكثر مع ضيفي وظيفكم الاستاذ خلف بيومي هيكون معانا ان شاء الله في حلقة النهاردة خلونا ناخد ايضا العنوان اللي معانا كمان النهاردة مشاهدين الكرام وناخد الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي اسرة الدكتور محمد مرسي بتشكو من الانتهاكات التي يتعرض لها هو ونجله وايضا اسامة بمكرات احتجازهم اسامة محمد مرسي والدكتور محمد مرسي بيتعرضوا الانتهاكات جسيمة جدا داخل المعتقل واصدرت اسرة الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي بيان والبيان قال باختصار هنتكلم عنه باستفادة شديدة جدا ان شهر الرمضان الكريم بيحل هذا العام ليكون السادس على التوالي لرئيس مصر الشرعي والمنتخب الدكتور محمد مرسي وهو خلف الجدران سيئة السمعة مع حالة كبيرة وشديدة جدا من الحصار والتعتيم المتعمد عن طبيعة وظروف اعتقاله منذ احتجازه هيكون ايضا معنا مشاهدين الكرام هذه المعتقلة التي عانت كثيرا جدا علياء عواد بتتعرض للقتل البطيء داخل السجن ما زلنا مشاهدين الكرام نعاني مع معانات الصحفية علياء عواد 31 عاما بتعاني من الاهمال الطبي داخل سجن الاناطر واسبتت الموجات الصوتية والاشاعة التي تم اجراءها لها بمستشفى حلواني العام ان هي مصابة باورام متعددة وقالت علياء ووصفت سجنها بانه مكبرة اشتركوا في القناة